موسيقى فيه الدرس والعبار والصبر فيه أساق فيه البطار ملا ربك كرامي أعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبرك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة ثم ما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جات لي رسالتين الرسالتين متعارضتين تماما وكلاهما خلوني أفكر أن نعمل هذه الحلقة أهل التقوى أهل التقوى ابتداء الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل التقوى أصحاب هذا الوصف الشريف اللي هم أعظم الناس وأكرم الناس عند ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نبتدي من القصة الأولى جات لي الرسالة وقالت صاحبة الرسالة كالتالي قالت أنا عندي مشكلة كبيرة مع زوجي وأريد أن تتدخل ويجعلك الله سببا في إنقاذ بيت مسلم أنا أبلغ من العمر كذا وكنت يعني صرت في طريق ربنا سبحانه وتعالى وطلبت علمه وحفظت قرآن وربنا سبحانه وتعالى شرفني بإن أمشي في طريقه لكن لما اتجوزت اتفتنت وكان جوزي مشغول بعمله دايما وأنا كنت بحبه جدا وكنت أتقي الله فيه لكن الشيطان استدرجني بعد أربع سنين جواز في يوم دخل من الشغل وبدأت أتكلم معاه وعنفه على تقصيره معايا وانشغاله بعمله وإني محفوفة بالفتن حتى شاء الله أن أحدا لا أعرفه أرسل لي رسالة على الفيس وجوزي أمامي وكنت بكلمه فوريت الرسالة من غير ما يطلب وقلت له الفتن حوالي أهيه فإذا به لا يلقي لي بالا ويقوم ينام ولا حول ولا قوة إلا بالله دخل الشيطان في اليوم التاني بعد أن أرسل لي نفس الشخص رسالة تانية دخل لي من جهة أني أشوف البروفايل بتاعه لقيته شاب كويس وملتزم فردت عليه من باب التوبيخ أن أنا وبخه أنت بتبعت لي ليه وكلام ده وكلام من هذا القبيل لكن كلمة ورا كلمة بدأت في خيانة جوزي وأصبح الأمر ده بالنسبة لي داء خطوة بخطوة وصل بي الحال إلى ما أرجو أن يغفره الله لي كنت كل يوم أبات وزنوبي وكان من غضب الله علي أنه يسر لي كل شيء لارتكاب المعاصي التلفون مفتوح والقلب مفتون والشيطان حاضر وجوزي لا ينتبه إلا إلى التغير في حالي ومعنديش صحبة صلحة والشيطان بات يكرهني على كل شيء من هذه الأمور وبات يكرهني كمان في أهلي حتى لا ألجأ إليهم أنا بحكي لك بإجاز كنت ببات أبكي لزوجي عشان يهتم بي ولكن لا إجابة كان ممكن يهتم يوم ويرجع تاني لا يسألني إلى أين أذهب ولا إلى أي شيء ثقة منه ولكن أنا كنت مفتونة أن الشيطان بيدخل علي من نقطة ضعف وأن أنا مش واثقة من نفسي وقعدت أبحث عن تقييم من حولي لي حتى تزيد ثقتي بنفسي جوزي مش مفوه وما بيعرفش يعني يتكلم لا يجيد أن يكمل النقص ده عندي بسبب انشغاله دايما بالشغل وإن اطباعه غير طباعي لكن أقسم لك بالله إني كنت ببكي وأجلس بالساعات أعلمه بما وأعلمه بما يقول وأقول له مفيش وحدة تستحمل كده تقول لي جزها قول لي كذا أو كذا أو كذا أنا لخصت لحضرتك المشكلة إن الشيطان خرب بيتي وخرب قلبي واستهوتني الشياطين ولما ربنا غضب علي واكترأت عليه ولم أتقيه أبى الله إلا أن يهتك ستري حتى أستفيق مما وصلت إليه الحمد لله أنا دلوقتي أفضل كتير رجعت لما كنت عليه لكن أنا عندي ثلاث مصايب تحول بيني وبين استقرار حياتي أول حاجة إن زوج أختي كان هو اللي أعرفني بالطريق وي وي وحصل بينهم برضو كلام وشوية بشوية قال لها إنه هو عارف إنها شكلها كذا وإنه وضعها كذا واتفتن هو كمان لكن ربنا يعني سطر والراجل حكى لمراته اللي هي اختها والموضوع انتهى بتقول تاني مصيبة إن هناك أحد ممن كنت أعرفه أنا للأسف كنت أعرف كتير عن طريق الفيس هذا الرجل طلب مني إن قابله وهو عنده عربية فوافقت وأعدي لحة علي وطلعت معاه شقة بتقول والله ما حصلش حاجة غير إنه أول ما قرب مني أنا سبته ومشيت تالت مصيبة إنه أخو جوزي أنا زين للشيطان إن أبعت له من إيميل تاني إني واحدة تانية وإني مش مرات أخوه وزين لي الشيطان سوء عملي وصادف قلبا مفتونا فأرسلت له بعض صوري ولكن لما علمته إنه أحب الشخصية دي وإنه عاوزي ارتبط بي اتحجكت بأي حجة وعملت بلوك لكن بعد فترة عرف إن أنا فعلا هكذا أنا مرات أخوه وأنا تعبانة قوي ونفسي ربنا يغفر لي ويتوب علي ويسمحني ويصلح بيني وبين جوزي هي المشكلة متشعبة وإحنا اتكلمنا في موضوع الخيانات ده قبل كده بس اخدوا بالكو أنا عايز أخدها من زاوية تانية شوفوا المشكلة دي بكل ما فيها من آلام وكل ما فيها من خطوات الشيطان والتعارض ده اللي بيبقى في النفس البشرية ونفس وما سواها فألهمها في وجورها وتقواها ومشاكلنا اللي إحنا ساعت نبقى مصدقين نفسينا شوية وهو مش مصدق والحاجة ده هو بيكذب كذبة كبيرة جدا إن أنا بصلي وبصوم وبعمل وبسوي لكن طعم المعاني دي في قلوبنا ما أورثناش التقوى والقصة قصة التقوى والحكاية هنا ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالعبادات لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال ليه نصوم ليه نصوم علشان هو في الآخر خالص الواحد يتخفف يعني عشان يبقى بيعمل رجيم مضايت يعني ولا إيه قال علشان الواحد يعني يهذب نفسه شوية ليه 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 أصوم قال لعلكم تتقون لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب واتقوا الله إن الله شديد العقاب المعنى إن العبادات دي جعلت عشان نوصل للعمل ده لإسمه التقوى فلما بنبقى مغرورين حبتين تلاتة بشكلنا ومنظرنا وبنبقى فاهمين إن أنا طالما بصلي وبصوم وبحفظ قرآن وماشي في السكة وخلاص إن الأمور حتتقفل ولما يكون المعاني دي لم يشربها القلب بتبقى هي دي الكوارث بتبقى هي دي المشاكل إنه لو فيه تقوى فيه مراقبة لله تبارك وتعالى هي بتقول أنا كنت بتطيق ربنا فيه ما أنت لو كنت بتطيق ربنا فيه ما كانش يوصل كذا حتقولولي ما هو برضو مقصر وأيوة أنا ما قلتش لأ إنه لازم يهتم بيها وياخد باله وويوي بس هل تقصير أي رجل مع امرأة يكلفها إنها تبيع دينها ده اللي أنا عايز أوصد له هل تقصير امرأة مع راجل يكلفه إنه يبيع دينه إنه يبيع رسماله إنه خلاص علاقته بربنا تتوهى عشان كده ديني لحمي ودمي ديني قبل أي شيء تاني علاقته بربنا سبحانه وتعالى لإن دي لو لم تستقم إذا لم تصلح ما بينك وبين الله لم يصلح الله ما بينك وبين الخلق شوفوا بقى المشكلة دي عاملة إزاي وعلى النقيد تماما مشكلة تانية وصلتني من أخت مبتلاة ومبتلاة بمرض شديد وبالتالي حظوظها في الزواج وهي صعبة جدا وهي عارفة الكلام ده لكن أحسابها والله حاسبها كانت صادقة مع الله عز وجل وإحنا حندرس ونشوف أنه وصفة التقوى دي أولها كده والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الإنسانة دي بصوة عملت إي بقى دي هي كده ظروفها صعبة عندها مرض شديد يمنعها من أنها تبقى مستقرة في حياتها مرض شديد جدا كانت بتعملي بقى قالت والله أنا حاب ساعية في إدخال الصرور على قلوب المسلمين والمسلمات أنا حسعى فيه تفريج كربات لعل الله أن يفرج كربتي أنا حسعى فيه طريق قضاء الحوائج علشان ربنا سبحانه وتعالى يقضي لي حاجتي أو حتى عشان أتقرب لربنا سبحانه وتعالى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى سد عني باب فقد فتح عليه أبواب خير كثر بالفعل عملت كده بقيت إيه شغلتها بقى تجوز الأخوات فنصحوها قالوا لها بلاش الشغلانة دي يعني ممكن تتصدقي ممكن تحفظي القرآن ممكن تعملي حاجة بلاش قصة أن أنت عشان يعني أنت برضو سنك سن زواج وإيه أمر برضو قد يسيب عندك آثار وعشان الشيطان ما يدخل كيش ويصخطك على قدر ربنا سبحانه وتعالى تقالت سبحانه الله لا حوله ولا قوته لا بالله ليه بتقولوا الكلام ده بالعكس خالص والله أنا بجد لذة وسعادة ما بعدها سعادة لما بأدخل سرور على قلب مسلمة ولما بسعى في قضاء حاجة مسلمة البنت دي بدأت من ثلاثة أربع شهور تبعت رسائل هو إيه حكم الخطوبة في كذا فإحنا حطين في دماغنا أنه إيه الأسئلة دي كلها هي بتسأل لغيرها هو إيه حقوق كذا هو كذا كذا إلى أن فاجأتنا وقالت ربنا سبحانه وتعالى أكرمني من حيث لا أحتسب ومن يتق الله يجعل له مقرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب وجالي إنسان واللهم لك الحمد كله ما كنتش أتخيل بأي حال من الأحوال يكون حد حيوافق علي بظروفي دي والآن إن شاء الله حياخدني مكة ويعني إن شاء الله الأمور كلها تجهيز الفرح وهي الآن ربما تكون على مشروفة إن شاء الله من إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي لها حاجتها دي إيه ودي إيه هو ده الكلام ده بقى هو اللي إحنا عايزين ننسج عليه ونبتلي نشوف المعاني دي لإن لما هجرنا المعاني واهتمينا بظواهر الأعمال اهتمينا بالمنظر بس باللي بيصلي كذا واللي بيتسنن بشكل كذا ولما الحجاب كذا وكل ما الحجاب يطول كل ما يبقى المسألة عندنا يبقى شأنه أعلى فبقت المسألة بتتأسبك بالطريقة دي وعندنا طبعا الأسلوب الآخر يقول لك أيوة أنت كلا بتتكلم صح الفكرة بقى مفيش حجاب مفيش سنة مفيش كذا وطول الوقت بقول لكم ادخلوا في السلم كافة خير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وسلم بس ماكتفيش بالظاهر واسيب المعاني دي لإن المعاني دي لما لا يشربها القلب خلاص خلاص بيبقى منظر البني آدم فبيقع فيه الكوارث دي لأنه لو كان أشرب القلب التقوى لا تزكت النفس مش ربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قلنا يا رب كيف يزكيها التزكية تحصل إزاي البني آدم يطهر من جواء إزاي قال بعد كده في الصورة التانية دي كان صورة الشمس الصورة التالية مباشرة قال وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ما له يتزكى الأطقى ده لما يبقى في قلب البني آدم هذا المعنى هذا الكنز الثمين اللي اسمه التقوى لو وصل للقلب خلاص هيبقى يحصل إيه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمنى عليه بمنا كفاية إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أولئك إن الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده والطقى فإن الله يحب المتقين البني آدم الوافي مع ربنا الصادق مع ربنا ربنا بيحبه واللي ربنا يحبه كنت سمعه الذي يسمع به بصر الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيانه ولئن استعاذني لأعيذن كفاية إنه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزق هذا المعنى أولا يرزقه من حيث لا يحتسب زي ما قلنا ويجعل له من أمره يسرى ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرى يا على الهبات كفاية إنه التميز الحقيقي والشرف اللي ما بعده شرف يحقاه الإنسان يوم ما يتحلى بهذا بهذا المعنى العظيم عشان كده أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ياللي خايف الفضيحة ياللي خايف يهتك سترك يا أختاء لو أنك تعلمت هذا الدرس ما كانش فيه مشاكل ليه لأن ربنا قال ولباس التقوى ذلك خير فاللي يخاف يتفضح يبقى عاري يبقى هكذا على رؤوس الخلائق اللي يخاف من ده أعظم شيء يتسطر بالإنسان لباس التقوى السكينة للسياحة رحلة الأبرار ومنتجع الأخيار عزيزي المعتمر نقدم لك عرضنا لشهر أبريل رحلة خمس نجوم عشرة أيام فندق موفم بيك شامل الإفطار فقط 8500 جنيه على الخطوط الجوية القاهرة جد والعودة من المدينة المنورة إلى القاهرة تمتع بصحبة علماء قناة رحمة الفضائية من منا يرى البيت الحرام ولا تشتاق نفسه من منا يرى مآذن المسجد النبوي ولا تهفو روحه من منا لا يريد أن يذهب إلى هناك حيث تتنزل الرحمات من منا لا يرضى بعمرة قريبة أو حج في أوانه فالعمرة مكفرات للذنوب مطهرات للخطايا رافعات للدرجات كل واحد بحاجة أن يصلح علاقته بربه وأعظم صلاح هناك في بيت الله الحرام وفي مزد النبي عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وتكون العمرة أنفع وأحسن إن شاء الله تعالى لما تكون بصحبة إخوة صالحين مع السكينة نعيش ونعتمر مع شيوخنا وعلمائنا نؤدي المناسب كما أداها الحبيب صلى الله عليه وسلم لننعم بالسكينة مع شركة السكينة للحج والعمرة إن شاء الله نلتقي هنا وهناك مع المعتمرين في شركة السكينة بحول الله وقوته أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم سيئها وأن يردنا سالمين وغانمين بحوله وقوته وأرحم الراحمين تليفون رقم 011-266-39-06-01-50-3898 أرضي رقم 022-434-97-07 السكينة ترافل على خطى الحبيب يكعبت الله العلي من أجل شباب دائم وبشرة صافية ونعومة منقطعة النظير المنتج الجديد للعالم والدكتور أمير صالح يستخدم لعلاج الهالات السوداء والنمش والكلف والتخلص من أثار حب الشباب خلاصة الأبحاث والدراسات العلمية المستفيدة من أجلك سيدتي أوسكار تيفي شوب متأصلة في عراقتها وطموحها دوما نحو المستقبل بريق يملأ وجهك بالبريق جليتر كريم ومرطب للبشرة مستخلص من أقوى النباتات الطبية والعطرية وأغناها بمغضيات البشرة يقضي تماما ونهائيا على حب الشباب والكلف والنمش وآثار حب الشباب والندب والهالات السوداء بريق إذا كنت ترغبين في ملمس كنعومة الأطفال ووجه كالسماء الضحوك والليلة القمراء كالفجر كابتسام الوليد فعليك باقتناء أحدث منتجاتنا وأقواها على الإطلاق بريق فقط بمية تسعة واربعين جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25255544 أو تليفون رقم 01155437 أو تليفون رقم 0115256 بريق ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة الله أسكار تيفي شوف مع أفضل مجموعة كتب للأطفال أعدها لنا الشيخ أمين الأنصاري موسوعة الطفل المسلم خمس أجزاء فيها أداب الطفل المسلم وأخلاق الطفل المسلم وفقه الطفل المسلم وإيمانيات الطفل المسلم وفيها أيضا أذكار الطفل المسلم حتى نربي أولادنا على الإسلام وعقائد الجميلة وأخلاق الطيبة وأداب العظيمة وأذكار الرقيقة والفقه العظيم كل ده موجود في موسوعة الطفل المسلم أسأل الله سبحانه وتعالى إن أرى موسوعة الطفل المسلم في إيد كل طفل مسلم وفي كل بيت مسلم يستفيد منها الكبار والصغار ودعو لي ودعو لمن ساهم في إخراج هذه الموسوعة موسوعة الطفل المسلم خمسة كتب قيمة برسومات وألوان مبهرة للصغار والكبار موسوعة الطفل المسلم لكل طفل مسلم وكل بيت مسلم موسوعة شاملة لحياة الطفل المسلم لينشأ على فطرة الإسلام أجمل الآداب وأرق الأخلاق وأعظم الإيمانيات وأسهل فطرة فقط بتسعة وتسعين جنيها إضافة إلى مصاريف الشحن أسكار تيفي شوف دائماً نحو التمييز اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 37 أو تليفون رقم 011 55 56 أسكار تيفي شوف اشتركوا في القناة اي عشب يستخدم في القاس الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال اي منتج عشبي لابد من يخضع لأبحاث علمية ودرسات مستفيدة خاصة في القاس الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% القاس الوزن مهم للكبار والصغار يساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التواطر مهم جدا للمرأة الحامل انقاس الوزن مهم جدا بعد الولاد هتخسي يعني هتخسي لأنه تراكم الدهون في مناطق معاناة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحل حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكر العالمية اتصل نصلك اينما كنت 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة الله بوجه نهاية عملاءنا الكرام أن منتجات شركة أوسكر لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر عشان كده تعالوا أقول لكم حاجة كده سريعا برضه مما أثر في شأن أهل الطقوة تعرفوا قصة الراجل اسمه المسكي المسكي من المسكي ده راجل شاب كان جميل جدا وبهي الطلعة وكان ربنا سبحانه وتعالى رزقه من الوسامة ومن الجمال اللي جعلوا محطة أنظار الناس في يوم الأيام وهو بيمر في الشارع وفي أزقة المكان اللي كان عايش فيه شفته واحدة فنادته فذهب إليها قالت له لو سمحت ممكن تدخل البيت ليه؟ في حاجة هنا متعطلة وأنا كنت أنا بس مش عارفة أتصرف وقضيلي حكتي وربنا يكرمك والقصة دي ولما دخل عشان يخضلها الأمر ده قفلت الباب وقالت له بص بقا أنا أول ما شفتك حبيتك وأنا أغرمت بيك ولا يوجد أحد في الدار ودعته إلى وراودته عن نفسه فلما شاف النهاية قالت له ومن كده بقى هعمل لك فضيحة وحصوت وصرخ وانت بقى انت الجاني على نفسك فهو راح عمل قال لها طب ما فيش حل بقى كده خلاص الدنيا حاطوع فتذكر ساعتها هذا المعنى تذكر يوسف تذكر معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي تذكر أن من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل رجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله طب عشان يطلع من الورطة دي لا بد من الحيلة فقال لها ممكن لو سمحت أذهب إلى الحمام ممكن إلى الخلاء على أساس أنه هو ما كانش في باله حاجة إلا أنه هو يقعد يفكر شوية يتصرف إزاي وهو هكذا فكر يعمل أي حيلة تخيلوا عملية صحيح الأمر شوية مقزز لكن انظروا إلى ورعه وتقواه وصدقه واحد يعني كل حظوظ النفس قدامه واحدة بتقول له هيتا لك والوضع عامل يعني بالشكل اللي قلته لك ده وكانت جميلة وفي الدار وغلقت الأبواب وقالت هيتا لك يعني كل أسباب الفتن فما كان منه إلا أن أتى بشيء من القاذرات أعزكم الله ولطخ بها نفسه حاجة يعني مقززة جدا وخرج لها فأول ما شابته وقيت إيه الآرف ده اغرب عني فخرج فكان بعد ذلك يمشي في طرقات المدينة التي يعيش فيها فيشم له رائحة ميسك إيه دي عم ألولو دانتا مصرف أوي في قصة الطيب دي في قصة الميسك قال والله ما أضع شيئا لكن منذ أن كان هذا الأمر وقص القصص والله تبارك وتعالى من علي بهذا فبقى عرق ميسك هكذا تعالوا بقى قصة تانية قريبة من هذا برضو عشان تعرفوا أهل الطقوة راجل اسمه سليم المصوتي سليم المصوتي ده كان يسكن في دمشق وكان في مسجد كبير هناك اسمه جامع التوبة كان هذا الرجل شيخ عالم مربي وكان بيضرب به المثل في فقره وإباءه عزة نفسه وكان بيسكن في غرفة في المسجد في وقت من الأوقات مر عليه يومين ما فيش أكل وليس عنده عنده ما يطعمه ولا يشربه فلما جيه اليوم التالت وحس خلاص بإنه مش عارف يعمل إيه وبشدة الجوع بدأ يفكر هو شيخ فاهم قال لك أنا يجوز لي الميتة أو يجوز إن أنا أعمل إيه إن أنا ممكن أسرق حاجة على قدر الحاجة مش الضرورات تبيح المحظورات فأنا ممكن أعمل ده وكانه زمان البيوت تبقى يعني الأسطح مودية لبعضها فهو ساكن في غرفة في المسجد طلع على سطح المسجد وبدأ يتنقل من سطح لسطح لسطح لغاية وهو بيتنقل كده لمح امرأة فغض عنها بصره شم رائحة الطبخ راح متسلل إلى المكان اللي فيه القدر اللي فيه الأكل فتح الطعام ده فتح القدر ده لقى إيه لقى باذنجانا محشوا هتت بيتنجان وقفت خالص يعني برضه وقفت على إيه على شوية بيتنجان يعني بس المهم فأكل إيه يعني أدوبك حطه تحت تحت سنانه وكده وبعدين وبعدين بقى التقوى طلعت الخوف والخشية اللي تعلمهم جاءت لحظة اختبارهم فقعد يراجع نفسه ويقول أنا طلب علمه ومقيم في المسجد وإزاي أقتحم بيت وإزاي أعمل كده وندم وستغفر ورد الباذنجانا إلى مكانها ونزل ورجع للمسجد وكان فيه حلقة شيخ من المشايخ معقودة قعد فيها وهو مش فاهم حاجة ومش حاسس بحاجة وخلاص الراجل مش واكل أي شيء فتعبان ووصل به الجهد إلى منتهى في وهو قاعد دخلت امرأة مستترة وراحت استأذنت إنها تكلم الشيخ وقعدت تكلمه شويتين ثلاثة والشيخ بعد ما خلص قاعد يبص فيه الطلبة بتوعه شاور عليه قال له أنت متجاوز قال له لا قال له هل تريد أن تتزوج فسكت قال له يا ابني عايز تتجاوز فقال له أنا أصلا مش لقي رغيف حاف أكله فكيف أتزوج فالشيخ قال له إن هذه المرأة أخبرتني أنها ترملت وإن زوجها سبلها دار وهي عايزة رجل يقوم بشؤونها واستأذنتني أن أبحث لها فهل يطيب لك أن تتزوجها تقبلها قال ماشي هي قال لها تقبلي تتجاوزي ده طالب علمه وأحسابه على خير ووضعه كيت وكيت ماشي فدعى الشيخ وجاء بالشهود وعقدوا العقد وكانوا زمان الدنيا كانت متيسرة من زي أحوالنا المعقدة جوزوا في ساعتها وذهب إلى البيت طلع بيت مين بقى البيت اللي هو كان ذهب ياخد منه حتة البازنجان إيه اللي حصل أول ما دخل فإذا بها تسفروا عن امرأة شديدة الجمال شباب وجمال وفي نفس الوقت بيت يعني الله أكبر يعني كل رجال عاديون يقولوا اللهم أمين دلوقت يا رب يعني تمام كده عايزين حاجة من كده ما فيش بقى خلاص خليك تقي عشان ربنا يبعث يعني الله المستعان فإيه اللي حصل فإذا بها امرأة شديدة الجمال وإذا البيت اللي اقتحمه هو ده البيت عارفوا منين إن هي رحت جايبة ففتحت القدر فلاقت فبصت لقت البزنجانة دي متكل منها حتة الحتة اللي هو قطمها دي فقالت إيه ده كيف يكون كذلك إيه ده مين دخل عمل كذا فقص عليها الخبر فقالت هذه ثمن الأمان والطقوة فمن يتق الله يجعل له مخرجة عففت عن الباذ جانة الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها الحلل هو ده بقى كيف يبقى الواحد مننا يتزود بهذا الزاد زاد الطقوة لأنه لو بلغ هذه المنزلة صار عند الله ولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللي يبلغ هذه المنزلة ربنا سبحانه وطعالا يبارك له في حياته ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اللي يتق الله عز وجل ربنا سبحانه وطعالا يفيد له الخير يبصر في وقت اللي الناس مضطربة فيه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى إن تتق الله يجعل لكم فرقان كفية أن أنت تبقى حاسس إن ربنا معاك واتق الله إن الله مع المتقين زي ما كان ربنا يؤيد وينصر أنبياءه المرسلين وأولياءه الصالحين لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى كلا إن معي ربي سيهدين يلي خايف على أولادك في الزمن الصعب يترب الزاي وتأكلهم منين ربنا سبحانه وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لو تقيقت ربنا سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا ربنا سبحانه وتعالى حيبرك لك فيهم يلي خايف من كيد الأشرار وفجر الفجار يلي خايف من تصلط الظالمين ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون دول الربنا بيتقبل منهم أعمالهم أصلا إنما يتقبل الله من المتقين هم دول اللي ليهم العز وليهم المكان وليهم الدرجة العالية والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة هم دول أصلا اللي هم أهل الطقوة هم أهل الجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هم دول أهل الصحبة الصلحة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصين بهذا المعنى يقول عليكم بالسمع والطاعة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أوصيكم بتقوى الله فإنها رأس كل شيء أوصيكم بتقوى الله فإنها جماع كل خير وفي مرة من المرات قال للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو ذر اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد ركز في الكلام اللي جاي أو الهولب ويصيبوا يوم يجي لليوم التاني يقول له اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد وهكذا عملها معا النبي صلى الله عليه وسلم ست أيام فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلى نيته أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف كل ما تعدي أسنصير تطلع على السلالم تكبر ربنا سبحانه وتعالى وعليك بالتقوى جعلها سبحانه وتعالى هي رسالة الأنبياء والمرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ألا تتقون تلاقي دايما هكذا تلاقي في كلام الصحابة نفس الشأن فلو عرفنا قد إيه المنزلة دي عايزين نشربها عايزين نفهمها عايزين نبلغها إزاي أبقى هكذا من أهل التقوى التقوى معناها أن الإنسان حاطت حاجز بينه وبين الغلط بينه وبين وسوس الشيطان بينه وبين تسويل النفس في شيء داخلي بيردعك عشان كده قالوا التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل وقالوا التقوى زي ما قالها بعض أهل العلم كان يقول إيه يقول التقوى أن تكون على طاعة الله على نور من الله تخاف عقاب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله طب إزاي الواحد يبقى كده إزاي الواحد يبقى كده فعلا الحاجات دي الناس دي لعبنا نتكلم في فضل التقوى وأحوال أهل التقوى ووو أبقى كده إزاي أختنا دي نوصيها إزاي تبقى هكذا إزاي نوصل لهذه الدرجة اعمل ما يلي الوصفة بتقول رقم واحد علينا أن نتحر الصدق والصدق ثلاث حاجات احنا قلنا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يعني ما تكدفش على نفسك ما تكدفش على نفسك بطل خداع بطل تبقى عايش الدور بطل تشوف إن انت شيء أو إنه كذا أصل زي ما بيقولوا علماء السلام أصل الذنوب والمعاصب ييجي من هنا من رؤية الإنسان لنفسه خليك صادق في كلامك في أعمالك في أحوالك إلزم الصدق إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة فالذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الأمر الثاني اتعود على أنك تسيب شيء من المشتبة فيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يقفل لك سكة الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضر مما به بأس والحديث رواه الترمزي وقال حسن فأسيب حاجة عشان يبقى الأمر ما من بدري قوي أنا حاطت الحسن إيه كمان عشان أبلغ هذه المنزلة قال لك تتعلم إزاي تراقب ربنا سبحانه وتعالى إزاي تبقى قعد تلح على نفسك تقول إن الله كان عليكم رقيبة لما تعطل لنفسك ألم يعلم بأن الله يرى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى تعط لح على نفسك ربنا شايفك ربنا شايفك إن الله نظر إلي إن الله مطلع علي الله معي الله شاهدي المعنى ده لما تلح على نفسك بي يزرع نبتأ التقوى في قلبك إيه كمان عشان نشتغل عملي إنك تلزم الدعاء زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلح بالدعاء بهذا الأمر اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إني أسألك الهدى والطقى والعفاف والغنى في بقى امتحانات حتتحط فيها لو وصلت إلى الدرجة دي تبقى تقي زي إيه وأن تعفوا أقرب للتقوى اعفو عن من ظلمك ولا تخن من خانك تكن تقية هو ده تقدر تعفى عن إنسان يعني خد منك إرشين عمل مش عارف ايه أن تعفوا أقرب للتقوى ايه كمان أن تعظم شعائر الله إحنا في رجب يا مسلمون يا مسلمات والأيام دي أيام في أشهر حرام ها ومطلوب مننا ألا نظلم فيها أنفسنا مش كده فالمطلوب إن احنا نشتغل على البذر في شهر رجب علشان نسقي في شعبان وعشان نحصد في رمضان لازم يبقى في استعدادات ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة وعلى قدر الاستعداد يكون الإمداد فتعظيم شعائر ربنا تعظيم حرمات ربنا سبحانه وتعالى تبلغك هذه المنزلة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اختبار كمان اختبار الإنصاف النهاردة في الزمن المرتاب اللي احنا عايشين فيه ده الزمن اللي الناس بقت فيه شيع وأحزاب وفرق وووو إن انت تنصف وإن انت تبقى عادل أمر صعب قوي لكن ربنا يقول ولا يجرمنكم شنقان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للطقوى إنك تقول الحق إنك تصدع بالحق إنك ما يبقاش عندك مذهبيات وحبيبي يبقى خلاص أبلع له الزلط والتاني يبقى طبعا عدو الله الشيطان المريد مش كده خالص ولا يجرمنكم شنقان قوم على ألا تعدلوا شنقان بغض جديد جدا على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للطقوى عايز تبقى طقي عليك بصحبة أولئك أهل الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عايز تبقى طقي عليك أن ترفع شعار وتعاون على البر والتقوى وحديك واجب عملي وعلى مدى الأيام دي إن شاء الله ومع كل حلقة من هنا لغاية رمضان إن شاء الله هيبقى لينا ورد مع القرآن الحلقة اللي فاتت تكلمنا على أسباب الرزق وحللنا صورة الذاريات وقعدنا نتعايش معها فعشان نفك أغلال القلب وفي نفس الوقت يبقى وصفة إيمانية للاستعداد لرمضان وإن شاء الله حياتنا هتبقى بالقرآن وإن شاء الله عندنا شغل في رمضان على ذلك حانتأمل ونتدبر صورة الزمر عايز حضراتكم ام صلي بيها ام صلي بيها وعيش مع كلمات التقوى اللي فيها عيش مع المعدلة اللي بتقولها صورة الزمر اللي هي بتقول إخلاص وصدق تسوي تقوى ولو وصلت إلى إنك حصلت إزاي الإخلاص ده هتقولك هتقولك إيه أمن هو قانت أناء الليلي ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه اللي اتنين دون لو دخلوا قلبك تتعلم درس الإخلاص ولو وصلت لدرس الإخلاص هتحتاج له حاجة كمان اللي هي الصدق لو الصدق والإخلاص اجتمعوا عندك يبقى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء عايزك تعيش مع الصورة وتتأملها وتتعايش في كلمتها وصلي بها كده واسأل ربنا سبحانه وتعالى وصلي الآن أختها بها لعلها تكون سبب إن شاء الله في زرع التقوى في قلوبنا اللهم اجعلنا من أهل التقوى اللهم أنت أهل التقوى فاجعلنا من أهل التقوى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصلم